علماء مصر الأجلاء الحضور الكريم لعلكم تتفقون معي على أنه لم يعد أمامنا خيار سوى الأخذ بأسباب العلم والتكنولوجيا لنغضب الأمة والانطلاق إلى أفاق المستقبل ومن ثم فإن الدولة حاليا تنتهج سياسة تأكيد تميز الجامعات الجديدة في براميها التعليمية ومناهجها ومناهجها الدراسية بما يلائم احتياجات العصر وذلك عن طريق تطوير منظومة التعليم العالي وفقاً لمتطلبات التكنولية البازغة ودمج تغصصات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بمناهج التعليم بالجامعات المصرية وذلك اتساقاً مع أحدث النظم العالمية من حيث المناهج وطرق التدريس وتوفير المعامل والتجهيزات اللازمة ومواكبة التطورات العلمية الحديثة في المجالات التكنولوجية الناشئة كالنانو تكنولوجي والطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها السيدات والسادة لقد حان الوقت لأن يتحول الاقتصاد المصري الاقتصاد يقوم على العلم والمعرفة وأن تنعم مصر بمقدراتها بفضل جهود وإبداعات شبابها وعلمائها فالسباك الحضاري هو إحدى سمات عالمنا المعاصر الذي يعتمد على ما تنتجه الشعوب من ثقافة وعلوم وتكنولوجيا وما يرتبط بها وما يقوم عليها من نمو اقتصادي عملاق وإن تحديات العصر الذي نعيشه الآن هي في الواقع تحديات علمية وتكنولوجية وهو عصر لا تنافس فيه ولا مشاركة عالمية ولا نفاز إلى الأسواق الخارجية إلا من خلال العلوم والتكنولوجيا والابتكار ترجمة نانسي قنقر